موسيقى مضوع درسنا لهذا اليوم هو النص الإثرائي كيف غير المسلمون وجه العالم أهداف درسنا لهذا اليوم قراءة النص قراءة سليمة والإجابة على أسئلات النص المقرؤ واكتشاف معاني الكلمات الجديدة من خلال السياق إذن درسنا يا أبنائي هذا اليوم هو النص الإثرائي بعنوان كيف غير المخترعون المسلمون وجه العالم هناك كثير من المخترعات في هذا العالم هي كانت من اختراع المسلمين نبدأ في قراءة هذا النص ونتعرف على جزء منها أقامت إحدى المؤسسات العلمية البريطانية معرضا علميا تاريخيا للتذكير بمآثر المسلمين العلمية التي غيرت وجه العالم حسب عنوان صحيفة الاندبنت وقد لخص الكاتب بول فاليري تلك الإنجازات العظيمة في عشرين إنجازا ومخترعا مسلما لو لا هم لما كان العالم المعاصر على ما هو عليه من تقدم وحضارة وازدهار ورخاء إذن الكاتب بول فاليري لخص الإنجازات العظيمة التي خرجت من المسلمين وهي تقريبا عشرين إنجاز ومخترع سنأخذ بعضا منها في هذا النص نبدأ هل تعلمون أن المسلمين هم أول من اكتشف القهوة وجعلها مشروبا عالميا حدث ذلك عندما كان عربي اسمه خالد يرعى أغنامه في منطقة بجنوب أثيوبيا حيث اكتشف أن أغنامه صارت أكثر حيوية بعد تناولها نوعا من الحبوب فأخذ بعضا منها وغلاها ليصنع منها أول مشروب للقهوة وفي نهاية القرن الخامس عشر وصلت القهوة إلى مكة وتركيا ومن ثم إلى البندقية في إيطاليا وفي منتصف القرن السابع عشر وصلت إلى إنجلترا بواسطة شخص تركي حيث فتح أول محل لبيع القهوة في شارع لامبرد في لندن ومن ثم أصبح اسم القهوة بالتركية كافي وبالإيطالية كافا وبالإنجليزية كافي إذن يا أبنائي أول من اخترع القهوة واكتشفها هو شخص عربي اسمه خالد في أثيوبيا وبعد ذلك انتشرت القهوة شيئا فشيئا حتى وصلت إلى كل أنحاء العالم فأصبحت مشروبا عالميا ويرجع الفضل بعد الله في اكتشافها إلى ذلك الشاب العربي الذي اسمه خالد نشاهد الاختراع الآخر هل تعلمون أن ابن الهيثم عالم الرياضيات والفلك والفيزياء هو مخترع الكاميرا التي تعد عماد الحياة الإعلامية الحديثة وقد أخذت اسمها من كلمة قمرة العربية وتعني الغرفة المظلمة أو الخاصة نشاهد هنا هذه الصورة التي تعبر عن كيفية اختراع الكاميرا في عهد ابن الهيثم هذه تسمى القمرة وفيها بدأ اختراع الكاميرا ومنها تطورت الكاميرا وكانت تسمى قمرة نشاهد الاختراع هنا هل تعلمون أن الفلكي والشاعر والمهندس عباس ابن فرناس كان قد سبق الإخوين رايت بألف عام في صناعة آلة للطيران وقد طار لأول مرة من علام إذنة في مدينة قرطبة مستخدما عباءة محشوة بمواد خشبية وقد كانت عباءة ابن فرناس أول مظلة في التاريخ ثم اخترع آلة أخرى من الحرير وريش النسور وطار فيها من أعلى جبل وبقي في الجو مدة عشر دقائق ثم سقط واكتشف فيما بعد أن سبب سقوطه يعود إلى عدم صنع ذيل لطائرته نشاهد هنا هذه الرسمة التي تبين كيف فعل عباس بن فرناس آلة الطيران التي كانت في عهده لم تكن معروفة وكان يحاول اختراع كيف يكون الإنسان يطير في الجو ثم في المحاولة الثانية سقط بعد أن بقي في الجو عشر دقائق وبعد سقوطه اكتشفوا فيما بعد أن محاولته للنزول لم تكن سليمة بعدم وجود ذيل للطائرات نشاهد الاختراع الآخر هل تعلمون أن المسلمين هم أول من طور الصابون الذي نستخدمه اليوم وأضافوا له الزيوت النباتية وهيدروكسيد الصوديوم والعطورات كعطر الزعتر وقد جلب الشامبو إلى إنجلترا لأول مرة شخص مسلم وقد عين فيما بعد في بلاط الملكين جورج ووليام الرابع لشؤون النظافة والشامبو إذن يا أبناء من أول من طور الصابون الذي نستخدمه اليوم جعل فيه العطورات والزيوت نعم أحسنتم المسلمون هم أول من طور الصابون الذي نستخدمه اليوم وهم من جلبوه إلى أنحاء العالم وفي إنجلترا خصوصا مشاهد هذا الاختراع هل تعلمون أن جابر بن حيان هو مخترع الكيمياء الحديثة وإليه يعود الفضل في صناعة كل أجهزة التقطير والفلترة والتبخير والتطهير والأكسدة المستخدمة هذه الأيام إذن يا أبنائي العالم المسلم جابر بن حيان هو مخترع الكيمياء الحديثة هو أجهزة التقطير والفلترة والتبخير التي نشاهدها في هذه الصورة أعتقد أنكم تعرفون هذه الأدوات كل هذه الأدوات كانت من اختراع العالم المسلم جابر بن حيان نشاهد هنا هل تعلمون أن المهندسين المسلمين هم أول من صمم الأقواس الهندسية التي أخذها عنهم الغرب فيما بعد في علم هندسة البناء ولولا العلوم الهندسية الإسلامية لما شاهدنا الكثير من القلاع والقصور المنيفة والأبراج الهائلة في الأسقاع الغربية وبهذا نكون يا أبناء انتهينا من قراءة هذا النص الذي تعرفنا فيه على عدد من المخترعات والإنجازات الإسلامية وننتقل الآن إلى الأسئلة المختصة بهذا النص أختار الإجابة الصحيحة بوضع علامة صح في المربع المناسب أختار الإجابة الصحيحة بوضع علامة صح في المربع المناسب نشاهد هنا جنسية المؤسسة التي أقامت المعرض هل هي بريطانية أو أمريكية أو مصرية؟ ما هي جنسية المؤسسة التي أقامت المعرض؟ هل هي بريطانية أو أمريكية أو مصرية؟ نعم أحسنتم بريطانية نعم جنسية المؤسسة التي أقامت المعرض هي بريطانية إذن هي مؤسسة بريطانية نشاهد هنا الصحيفة التي نشرت الخبر هي عكاب أو الأهرام أو الانديبندنت ها؟ من يعرف؟ ذكرت في بداية النص الصحيفة التي نشرت الخبر هي عكاب أو الأهرام أو الانديبندنت نعم أحسنتم هي الصحيفة البريطانية الانديبندنت أحسنتم بارك الله فيكم نشاهد هنا قرأت من خلال النص أن أول من اكتشف القهوة هم المسلمون قرأت من خلال النص أن أول من اكتشف القهوة هم المسلمون نشاهد السؤال ما اسم مكتشفها؟ من يعرف؟ ما اسم مكتشفها؟ نعم أحسنتم هو خالد اسمه خالد إذن مكتشف القهوة هو عربي اسمه خالد طيب من أي دولة هو؟ من أي دولة خالد؟ من يذكر من خلال النص قبل قليل؟ نعم أحسنتم من دولة أثيوبيا إذن هو من أثيوبيا ما هي مهنته؟ ما هي مهنة خالد؟ من يعرف؟ ماذا كان يفعل؟ نعم أحسنتم كان راعيا كان يرعى الغنام أحسنتم بارك الله فيكم كيف تم له ذلك؟ كيف تم له ذلك؟ أي كيف تم له اكتشاف القهوة؟ كيف اكتشف القهوة؟ نعم؟ نعم أحسنتم؟ أحسنتم؟ وبعد ذلك؟ نعم أحسنتم إذن لاحظ النشاط على أغنامه بعد أكلها لهذا النبات فأدرك السبب بعد أن غلى تلك الحبيبات وشرب منها إذن لاحظ النشاط على أغنامه بعد أكلها لهذا النبات فأدرك السبب بعد أن غلى تلك الحبيبات وشرب منها وبعد ذلك توسعت هذه القهوة ووصلت إلى جميع أنحاء العالم نشاهد التقويم الختامي هنا أربطوا اسم المخترع في القائمة ألف بما يناسبه من المخترعات في القائمة با إذن أربطوا اسم المخترع في القائمة ألف بما يناسبه من المخترعات في القائمة با نشاهد المخترعين في القائمة ألف أولا ابن الهيثم جابر بن حيان عباس بن فرناس باء آلة الطيران الكاميرا الكيميا إذا لدينا ثلاث مخترعين وثلاث مخترعات نربط بينهم كل مخترع يكون مع اختراعي نوصله مع اختراعي ابن الهيثم ماذا اختراع؟ هل نقول آلة الطيران؟ أو الكاميرا؟ أو الكيميا؟ نعم نعم احسنتم ابن الهيثم هو اختراع الكيميا ابن الهيثم هو مخترع الكيميا طيب جابر بن حيان ما هو اختراع جابر بن حيان؟ نعم القمراء إذن أحسنتم هو مخترع الكاميرا في بدايتها كانت تسمى القمراء وهي الغرفة المظلمة طيب عباس بن فرناس نعم اختراعه نعم المتبقي لنا آلة الطيران إذن ابن الهيثم هو مخترع الكيميا وجابر بن حيان هو مخترع الكاميرا وعباس بن فرناس هو مخترع آلة الطيران أحسنتم بارك الله فيكم نشاهد خلاصة درسنا لهذا اليوم كيف غير المسلمون وجه العالم للمسلمين اختراعات واكتشافات كثيرة من أهمها أولا القهوة آلة الطيران الكيميا الحديثة والكاميرا إذن من اختراعات المسلمين الكثيرة والمتعددة لدينا القهوة وآلة الطيران والكيميا الحديثة والكاميرا إذن المسلمون لهم اختراعات كثيرة ومتعددة ذكرنا في هذا الدرس جزء منها وبهذا يكون انتهى درسنا لهذا اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة